اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتوكل على الله طبعا وحسن الظن بيومنا وبالله وبقدراتنا وبطاقتنا الإيجابية وإن شاء الله نلاقي يومنا جميل وإيجابي ونعيش دائما بصحة وسعادة وهذا هو برنامجكم برنامج صحة وسعادة لاتقدم لكم هيئة الصحة بالتبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي في بداية راح بالطاقة الموجود معاي في الأخراج أيمن سرحيل أبو نوح يعطيك ألف عافية وفي التنسيق ميرا المري ومحدثتكم دكتورة نادا الملة إن شاء الله نكون معاكم على مدى تقريبا ساعة لهو انسولف اندردش ناخد ما في خاطركم ناخد ملاحظاتكم آراءكم عندكم شكوى عندكم اقتراح ورد أكد على موضوع الاقتراح دائما اقتراحات المتعاملين متعاملين هيئة الصحة أو متعاملين لأي منشاء صحية بوجه عام تكون قيمة جدا وهذا من واقع خبرتي متواضعة في التعامل مع المتعاملين لدائما نقول أي خدمة تقدم أو أي منتج تقدم لا وجهتين نظر وجهة نظر المقدم ووجهة نظر المستقبل ودائما وجهة نظر المستقبل تكون ترى أوسع من وجهة نظر مقدم الخدمة نحن ننظر الخدمات الطبية من زاوية معينة مهما حاولنا نوسع مدانة لا تزال هي زاوية المقدم لكن انت كمستقبل الخدمة يكون عندك أفكار رائعة معظم الأفكار ترى من تعامل مع المتعاملين تشفت أن معظم أفكار متعاملين ترى أفكار تكون بسيطة وحتى معظم ما تتج حتى ميزانيات ضخمة شي بسيط تغيير بسيط تحسر رحلة متعامل في العيادات تحسن الخدمات تحسن زمان انتظار فأشجع الجميع أي حد بيروح لأي منشأة صحية بشكل عام منشآت هيئة الصحة بشكل خاص رحت مكان حصلتوا خدمة جميلة اشكروا لازم نشكر خلونا كلنا يكون لدينا تقافة الشكر هذه لنخلق موظفين أسعد وبالتالي متعاملين أسعد رقم اثنين لقيتوا أي شيء لم ينعنضاكم تحدثوا إليهم يعني روحوا هناك يقولوا والله أنا هذا معي ابني بغيرت أقدموا لحظة وقدموا اقتراح لتحسين الخدمات شذي نكون نحن متعاملين فعالين إيجابيين ما أنا بنكون بس متعاملة أنا أدخل أخذ الخدمة وأطلع شي في خاطري معي ابني والله خلاص ما بقول شاركوا هذا مع الإدارات في العيادات والمشاعات الصحية عشان كلنا نتطور مع بعض طبعا في البداية أذكركم أول شيء برقم التواصل عشان يعني تتواصلون معي وتقولون ملاحظاتكم وأراكم واقتراحاتكم نتواصلون على 600-55-14-14 والرسائل النصية على 400-06 رح نبتدي أول شيء بالفقرة التغذية لين تجد فقرة التغذية أذكركم بموضوع جدا مهم ودائما أذكر فيه صحة وسعادة موضوع المواعيد في قطاع الرعاية الصحية الأولية مثل ما نعرف أن نظام المواعيد طبقه في العيادات بالتالي أي حد حاب يحصل على أي خدمة خلي اتصل بمركز الاتصال على 800-342 ويروح وياخذ موعد ويروح قبل الموعد أقل شيء أقل شيء بعشرين دقيقة قبل بعشرين دقيقة أكون في العيادة نفسها وبعشرين دقيقة أدور على الباركينغ برع لا قبل بعشرين دقيقة أكون أنا في العيادة نفسها ستقولوني يساعد تقليل زمن الانتظار يساعدكم للحصول على الخدمة أفضل ونذكركم أيضا بأخذ تطعيم الإنفلونزا لا نزف موسم الإنفلونزا لتطعيم الإنفلونزا بالعادي يبدأ من نهاية شهر 9 لين شهر 1 أو شهر 2 فنشجعكم بكم بعدكم تخذون تطعيم الإنفلونزا ده ما أخذتوا اتصلوا وخذوا موعد وروحوا العيادة وخذوا أنتوا وعيالكم الأطفال من عمر 6 أشهر خلوهم يخذوا تطعيم الإنفلونزا يساعد جدا في تعزيز مناعة الطفل وتقليل أعراض الإنفلونزا رح نبدي أولا بفقرة السوشيال ميديا رح تكون معانا كالعادة سمينتنا الجميلة أسما الجناحي بتقولنا عن أحدث اهتمامات السوشيال ميديا وشو جديد السوشيال ميديا خلال هذا الويكند صباحة شوارد يا أسما؟ سبحثم الله بالنور دكتورة عليك وعليك كل المستمعين إذاعة نور دبي حياة الله تفضلي ما زال الجو جميل ونقول حق الناس مثل ما قلتي التطعيم مهم عشان نستمسع بالجو وما نزيد الموضوع على نفسنا الأمراض ضمن الأشياء خلنا ناخذ من الأشياء التي كانت في التواصل الاجتماعي هي الشاركة الصحة بتبين مادرتين بيتنا متالي وبالبركة ضمن بنات المدينة وهال المبادرة تابعة الأمان العامة للمجلس التنفيذي التي تهدف لتحسين خدمات المشتركة الحكومية في إمارة دبي نظر لها عنها مبادرتين مبادرة أولى التي هي بيتنا متالي تهدف إلى بيات الوعي لدى المستمع وهو فيها ربيئة منزلية مثالية من حيث الأمان والصحة والسعادة المبادرة الثانية التي هي مبادرة بالبركة ونحن فيها مع محاكم دبي وإقامة دبي هي خدمة مشتركة للمقبلين عزوات يعني حتى الخدمة ممكن تخلي الإجراءات كلها تكون في إجراء واحد بس أنه حتى أن الواحد لما يقبل عزوات ما يروح من مكان لمكان يخلص كرشة في مكان واحد نعم أيضا من ضمن الأشياء التي صارت بين الخميس اليوم اللي هي توقيع وثيقة تعاون مشترك مع مجلس الاعتماد الأمريكي للتعليم الطبي المستمر وهذا يهدف تطوير منظم التعليم الطبي وتأهيل وآلية تخصوها على الاعتماد الأمريكي في هذا المدار طبعا معروف الاعتماد الأمريكي أنه من الاعتمادات القوية ومن ضمن الأشياء نحن نخد أيضا نقول نحن بدينا في العمل للإستعداد للعام الخمسين وهذا هاشتاغ كان توب ترنت على مستوى دولة الإمارات عام للإستعداد الخمسين واللي يبوا يشاركوا فيه بنفس الاسبرت بروح العمل واحد وخلنا يعني نتعهد لنحن نقدم الأفضل ونتميز في يوبيل مذهبي صحيح وأيضا نختمها برفالتنا الصباحية اللي حطتها هيئة الصحة بدبي صباحكم عام الاستعداد للخمسين لنعمل معا ضمن فريق واحد وبروح واحدة كما قال صاحب بسمه شيخ محمد برافز آل مكتوب مرعاه الله طريقنا واحد وروحنا واحدة ومستقبلنا واحد بإذن الله ودمتم بصحة وسعادة شكرا لت يا أسما ودمتي بصحة وسعادة وفعلا تم الإعلان عن أن عام 2020 بيكون عام الاستعداد لوثيقة الخمسين هذا دورنا نحن نحن كلنا نعمل لاحد يقول والله أنا وظيفتي صغيرة أو أنا ما أعمل فوين دوري خلال نقرأ جميعا عن هذه الوثيقة وشو شيخنا وصوا عليه ولكلنا نعمل كفريق واحد بروح واحدة الهدف منها تطوير الإمارات الوصول إلى الأهداف اللي حاطين الشيخنا الله يطلل في عمارهم وإن شاء الله جميعا نصل إلى الأهداف المنشودة طبعا نحن نعمل للأجيال القادمة طبعا إن شاء الله بعد خمسين سنة إن شاء الله بكون موجودة طبعا أنا عمري الآن بعد كم عملي خمسة عشرين سنة فإن شاء الله بكون موجودة بقولكم شو تحقق وشو ما تحقق منها إن شاء الله راح نروح للدراسة الدراسة تقول عن موضوع تكرر كثير ودائما نطرحها ودائما نوصي عليه اللي هو موضوع السكري أظهرت نتائج دراسة جديدة أن ارتفاع السكر المتكرر يسرع من تدهور القدرات المعرفية بسبب عدم قدرة الخلايا على امتصاص القلوكوز نتيجة ضعف إنتاج الإنسولين ارتفاع السكر المتكرر معنى الإنسان اللي يكون عنده سكري والسكري ما يكون منتظم وتلاقون فيه عنده ارتفاعات في السكر الدراسة هذه دعت مرضى السكر إلى مراقبة نسبة السكر بالدم جيدا لأن عدم ضبط السكر يؤدي إلى تلف بعض خلايا الدماء هذه الدراسة أجريت في إمبريال كوليج بلندن ونشرت الدراسة في مجلة دياباتولوجيا المتخصصة في أبحاث السكري قام أفريق البحث بمتابعة أكثر من خمسة آلاف شخص ما شاء الله الدراسة على عدد كبير من الناس خمس آلاف شخص لمدة عشر سنوات أكثر من نصفهم كان مصاب بالسكري أظهرت النتائج المشاركين في الدراسة من المصابين بالسكري تعرضوا لتدهور في القدرات المعرفية بمعدل أسرع من الآخرين علماً بأن هذا التدهور يحدث بدرجة ما نتيجة التقدم في العمر عرفتوا كيف أنهم يخذوا خمس آلاف شخص أكثر من نصف مصابين بالسكري وتابعوا معهم على مدى عشر سنوات تدهور القدرات المعرفية يعني مثلاً ضعف الذاكرة ضعف القدرات الأخرى الموجودة في الدماغ التي تحدث طبيعياً في الكبر في السن تحب أنه مكبر في السن وحب ديه شوي ينسى أكثر شوية نومة ينخف وغيرها عن الأشياء هذه فشافوا أن اللي عندهم سكر تدهور القدرات المعرفية عنهم أسرع من الناس الثاني وحثت توصيلات الدراسة للمصابين بالسكري على اتباع الإجراءات التي تحفز القدرات المعرفية للدماغ شو يعني؟ يعني يسوون تمارين للدماغ مثل شو؟ ممارسة تمارين العادية الرياضية العادية وتعلم مهارات جديدة إلى جانب مراقبة نسبة السكر طبعاً هذا الشيء مفرغ منه مراقبة السكر وضبطه جيداً فهذه الدراسة شو تقول؟ تقول أنه مريضة السكر السكر ماله مش منتظم وحي هذا في العيادة دائماً نقول للناس نخاف من الارتفاعات المتكررة في السكري خصوصاً الارتفاعات التي تكون خلال النوم لما الواحد ينشأ أول الصبح ويقيس السكر هو صايم وتشوف أن السكر عنده جداً عالي هذا إحنا موادي نخاف منه لأنه ممكن الإنسان يروح في مضاعفات للسكر جلطات غيبوبة أو غيرها وهنايم طبعاً ما يحس بارتفاع السكر هنايم فالدراسة تقول بعد هذه الارتفاعات تساعد في تدهور القدرات المعرفية يعني عقل الإنسان يستوي أقل قدرة من عقل الإنسان العادي مع أن الدراسة تشوفها على عشر سنوات والتغير التدريجي في القدرات المعرفية اللي يستوي على مدى الزمن اللي منحنا نكبر في السن أبطأ من اللي عند مريض السكر وحدة من الحياة المهمة عشان نحافظ على قدرات دماغنا الداكرة المعرفة وغيرها طبعاً ممارسة تمارين رياضية رياضة فيد العقل دايماً رياضة تمارين العادية الرياضية وتعلم مهارات جديدة فيه واحد دراسات طلعت أنه لازم نسوي تمارين عقلية نفس ما نسوي تمارين بدنية كيف تمارين عقلية؟ حتى طلعت الدراسة هاي حق الناس اللي باركنسون زهايمر قالوا عشان قلل خطر الإصابة أو نؤخر لازم الإنسان يخلي مخه نشيط خصوصاً بعد التقاعد بأن يشغل المخه بمهارات جديدة أو يتعلم لغات جديدة شو يعني مهارات جديدة؟ مثلاً حل الكلمات المتقاطعة هذه تشحذ الدماغ بشكل كبير لما واحد يتم يفكر 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 كيف شو الكلمة اللي هنا يتقاطع مع الكلمة الثانية هاي جداً مهمة تعلم مهارة جديدة أذكر قرية دراسة من زمان تعلم الحياكة أو الخياطة الكروشي والتريكو وغيره وغيره هذه أظن تساعد الدماغ لأنه فيها دقة شوية واحد تعرفوه نازم يحسب يعني يتم يعد قبل ما يحط الغرزة الثانية فهاي مهارة جديدة تعلم لغات جديدة تعلم اللغات توسع عفاق الدماغ وتخلي الدماغ دائماً نشيط خصوصاً تخلي الموخك دائماً نشيط فخلونا دائماً نقوم بتمارين عقلية نفس التمارين الرياضية عشان نحافظ على صحة دماغ أفضل رح نطلع إن شاء الله الانحين فاصل بعد الفاصل رح نواصل برنامج صحة وسعادة ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة للتواصل على 600551414 والرسالة النصية على 4006 رح نروح لفقرة التوعوية التغذوية اللي اتكلمنا عن أغذية تقوي المناعة في شتاء بمن الكلمة ما شاء الله حين تعبان زجام وكحة وغيرها فتكون معانا أخصائت التغذية الأستاذة علي عبد الرحمن دخان رح تكلمنا عن شو هي الأغذية لتقوي المناعة في الشتاء صباحة شو ورد يا علي صباحة النور هلا بكتورة أهلا فيك خبريني يا علي شو هي الأطعمة لتقوي المناعة أنا أقول شربة ما ذكرتي الجو يتغير ولكم يأخذ برد لو أن جوزتهم فالنحن لازم نركز على أكلات معينة بعد الشاعد في تقوية المناعة في البداية أنا أتكلم عن العناصر اللي هي الغذائية اللي تحسن المناعة وين ممكن نحصلها عدنا أول شيء وأهم شيء البيتامين سي البيتامين سي من البيتامينات الجدة مهمة تعطينا حتى وقاية وحماية حتى من قبل موسم الشتاء قبل تغير الجو وممكن الواحد يركز على البيتامين سي من خلال أكله يعطي حماية أو يقوي المناعة عدنا البيتامين بي سيكس كذلك من البيتامينات اللي تحسن جهاز المناعي عدنا بعض بيتامين إي لأنه مضاد أكسدا قوي والأوميغا ثري اللي هي دهون الصحية اللي في الأوميغا ثري أبعد من الدهون اللي تحسن جهاز المناعي هالأربع علاصر نحن بنقدر نحصلها في الفواكب في الخضرات في عمسنا كثيرة من الأكلات فابتدي في البيتامين سي طبعا نحن نحن في الحمضيات أهم شيء وأعلى نسب البيتامين سي بتكون في الجريب فروت في البرتقال في الليمون في الفرولة في البطايا في الكيوي ففي فواكن جدا مختلفة تكون في نسب البيتامين سي عالية عدنا حتى الفلفل الحلو الفلفل الأحمر حتى لأنه فيه مادة البيتكاروتين وفي البيتامين سي هالشيين بعد يساعدون في تعزيز هذا المناعي عدنا من الخضروات البراكلي البراكلي يحتوي على البيتامين سي والأي والأي هي أكثر عن مصدر من مصادر البيتامينات اللي تساعد على تقوية المناعة فمضاد أكسده عالي مصدر علياف عالي فجدا مهم نحن ندخل البروكلي تلما قلت الشوربة ممكن ندخل بها بعد عنصر ثاني هو السوم لأنه مضاد للالتهابات بشكل عام فبعد نركز عليها للفترة في الطبخ أو في الضيئة كإضافة في الأكل حبنا الخضروات الثانية اللي هي السابانخ أيضا مرتفعة ضي مضادات الأكسده والبيتامين سي عدنا الأعشاب أو الظهارات مثلا اللي هي مثلا الزنجبيل عدنا الكركم كلها تعتبر مضادات للاستهابات فتعزز من جهاز المناعة خاصة لعندما الاستهابات يعني مثلا الحلج والاحتقان هالأمور شراب الزنجبيل بعد يساعد على تهديئة العراضة للامتحاضات عدنا بعد مثل ما ذكرنا الأوميغا 3 فطبعا يكون مثال الأوميغا 3 اللي هي المكسرات مثل اللويز والجونز يكون فيها نسب الفيتامين سي وفيتامين إي تنفس الوقت عدنا الشاي الأخضر أيضا هو يعتبر من مضادات الأكسد القوية فبالتالي يتساعد على جهاز المناعة يكون أقوى وبعد فيها المواد الفلافينويد بعد مضادات أكسد غير عن هذه الأكلات نحاول نركز على شرب الماء بشكل كميات كافية لأن كثرة تساعد على تقليل فترة الزجام والأمراض هذه شرب الماء جدا منهم فنركز على الاكثار من شرب الماء في هاي الفترة النوم ساعات كافية في ناس ما تحب فضالها أن النوم ما يأثر على الصحة بالعكس إنه وايد يأثر على وايد أمراض متعلقة بالمناعة فالنوم ساعات كافية وايد مهم الكبار والنصغار الرياضة الخفيفة والمشي البسيط اليومي في الساعة هذا يعطي قوة للجهاز المناعي ومن الضرور الرياضة تكون شديدة فقط المشي الساعة هذا كثير أن يحسن لدينا الجهاز المناعي ممتاز فهذه نبدأ عن الأغذية التي تعزز المناعة تفضلين يأخذونها من المصادر الطبيعية أو يأخذونها كمكملات غذائية طبعا ندخل صيف أو ثلاث يوميا من هذه الأكلات نوع من الخضار نوع من الفواكه مثلا ندخل مشروب الشطاء مع كركر مع عسل كلها أمور تحسين المناعة فإن ندخل هذه المشروبات يوم ويوم ومشارط يوميا ننخذ كفايتنا من الفيتامين سي مثلا الفيتامين سي للشخص الكبير حوالي ويتعدل المئة احتياج الجسم موجودين كبير بس الدراسات توصي عشان تعطينا كحماية أن ننخذ 500 ميلي جرام 500 ميلي جرام ممكن نركز على خلال الأكل وممكن نستقيم بالفوارة والفيتامين سي في بعض الأيام ما يمنع لكن نكمل نحمل الأكلات هذه والمشروبات طبيعية خلال قطرة الشتاء أو أي وقت ثاني لتحسين الجهاز البناعي ممتاز شكرا لتش أستاذة عليا عبد الرحمن دخان هذه مداخلة بخصوص الأغذية التي تقوي المناعة في الشتاء شكرا لتش نهارك سعيد من الأستاذة عليا رح ننتقل إلى الدكتور حسن الياسين أخصائي أمراض الدم للبالغين في مستشفى البي اللي بيكلمنا عن خدمات قسم أمراض الدم في مستشفى البي صباحك ورد دكتور حسن صلاح النور أهلا وسهلا أهلا فيك حياة كلف صحة وسعادة الله يحييكم إن شاء الله دكتور حسن بداتا نعطي فكرة عامة شو هي أمراض الدم شو أنواعها وشو الفئات العمرية أمراض الدم طبعا هي الأمراض اللي تصيب جهاز الدم الدم يعتبر الحقيقة أضو وأضو مهم جدا داخل منظومة الجسم الفيسيولوجية والأمراض اللي تصيب الدم هي الأمراض غير سرطانية وأمراض سرطانية يعني أمراض حميدة وأمراض سرطانية عموما وطبعا تنقسم في أمراض خاصة بالأطفال وأمراض خاصة بالبالغين وفي أمراض مشتركة بين فئة الأطفال وفئة البالغين فهذا موجز يعني عن أمراض الدم أنثلة مثلا على أمراض الدم غير السرطانية وأمراض الدم الحميدة فقر الدم بكل أنواعها طبعا يعتبر حميد غير سرطاني وفقر الدم إلى أسباب متعددة وكثيرة أكثرها شيوعا هو فقر الدم الناتج عن نقص الحديد وهناك أنواع أخرى من فقر الدم مثال آخر على أمراض الدم غير السرطانية تكسر الدم المناعي وتكسر الصفائح المناعي كل هذه أمراض مناعية وليس السرطانية وتصيب الدم أيضا هناك بعض الأمراض الوراثية بالدم وهذه تظهر عند الأطفال أكثر وقد تمتد إلى الفئة العمرية البارغة أيضا أمثلة على الأمراض السرطانية طبعا المثال الشاع المشهور المعروف لدى كل الناس هو الله يبعد عن الناس جميعا اللي هو اللوكيميا اللوكيميا اللي هو سرطان الدم وسرطان الدم ممكن أن يكون حاج وممكن أن يكون مزمن وهناك أنواع كثيرة لللوكيميا وطبعا في سرطانات الغدد اللفاوية في سرطانات خاصة بنقاع العظم يعني القائمة طويلة الحقيقة بس أموما هناك أمراض غير سرطانية وأمراض سرطانية والأمثلة كثيرة على الجانبين ممتاز دكتور حسن نتكلم عن شو الخدمات اللي تقدمونها في قسم أمراض الدم للبالغين بمستجفة دبيبه هناك قسم منفصل للأطفال؟ نعم هناك قسم منفصل للأطفال يعني هناك قسم خاص بأمراض الدم للأطفال وقسم خاص بأمراض الدم للبالغين في قسم أمراض الدم الخاص بالبالغين طبعا نقدم خدمات للمرضى الراقديين في المستشفى وخدمات للمرضى الخارجيين يعني وتنقسم خدمات المرضى الخارجيين إلى خدمات العيادة الخارجية وخدمات شعبة العلاج الوريدي وخدمات الوكين يعني المرضى اللي هم يجون بشكل يومي هاي كلها خدمات خارجية وطبعا هناك قسم متكامل للمرضى الراقديين الخدمات طبعا عموما تبدأ بتشخيص المرض وهناك الحمد لله وسائل تشخيصية متكاملة في قسم أمراض الدم تبدأ من أمراض يعني تحاليل الدم العامة بكافة أنواعها ومن ثم التحليل الخاص يعني بينه كاختصاص أمراض الدم اللي هو فحص نخاء العظم فحص نخاء العظم طبعا يتطلب أخذ عينة من نخاء العظم وأخضاع هذه العينة للفحص الميكروسكوبي وفحوصات أخرى كثيرة يعني تشمل فحوصات جينية وكروموسومية اللي هي تتعلق بتشخيص المرض ومدى استجابته ومستقبل المرض أيضا وعلى أساس الصورة الكلية للتشخيص يتحدد البروتوكول العلاجي يتحدد الخطة العلاجية فبعد التشخيص طبعا وكل وسائل التشخيص المتوفرة في قسم أمراض الدم يبدأ العلاج العلاج طبعا يحدد على أساس التشخيص كل تشخيص إلى خطة علاجية خاصة به والعلاج يعني عموما يتألف من علاج كيميائي ومصحوب بعلاج مناعي أيضا إذن علاج كيميائي ومناعي والحمد لله الفقرات العلاجية كلها متوفرة في هيئة طاحة دبي وفي قسم أمراض الدم ومن ثم طبعا بعد خروج المريض تتم متابعة المريض ومتابعة المريض تكون في العيادة الخارجية وإذا ما احتاج المريض إلى نقل دم أو خدمات خاصة معينة تتطلب زرق وريدي يعني يعطى علاج عن طريق الوريد فهناك قسم خاص والحمد لله هذا قسم علاج الوريدي يأتي المريض ويعني يستلم الخدمة المطلوبة ولا يحتاج إلى الرقود في المستشفى يعني إذا كان يحتاج دم مثلا أو صفائح دم أو أي مشتق من مشتقات الدم يستلم ما يحتاجه ويذهب إلى البيت في نهاية اليوم وكذلك إذا احتاج علاج معين يعني خبرة معينة عن طريق الوريد يأخذ العلاج المخصص ويذهب إلى البيت يعني الحمد لله صورة متكاملة من الخدمة للمرضى ممتاز الدكتور حسن شو أكثر الحالات التي تتعاملون معها شو أكثر أمراض الدم شيوعا بين البالغين في الفترة طبعا الحمد لله أن أكثر الأمراض شيوعا هي الأمراض غير السلطانية وهي فقر الدم فقر الدم هو الأكثر شيوعا شو أهم أسباب فقر الدم عند البالغين؟ يعني دائما يقول الصغار عندهم نقص حديد لأنه ما يأكل ففي الكبار بالعادة شو تكون أسباب نقص الدم؟ أو فقر الدم؟ يعني يظل هو نقص الحديد هو السبب رقم واحد ولكن مو لسبب الغذائي نعم يعني مو نوترشنل يكون بسبب تسريب الدم يعني ما دام يكون نقص في الحديد معناته هناك تسريب للدم من مكان في الجسم وقالبا يكون الجهاز الهضمي يعني الجهاز الهضمي تكون فيه تقرحات إما معاوية أو في المعدة أو في الأمعاء وهذه هي السبب الأكثر شيوعا لتسريب يعني مزمن شوية شوية يضرب الدم وينتهي بالنهاية إلى فقر الدم طبعا عند النساء هناك سبب آخر اللي هو يعني الطمث والدورة الشهرية نعم أيضا هذا سبب آخر لفقر الدم فهو أيضا يعني يظل فقر الدم الناتج عن نقص الحديد هو السبب رقم واحد ممتاز في ناحية الأمراض السرطانية يعني اللوكينيا الحاد هي الأكثر شيوعا سرطان الدم الحاد هو الأكثر شيوعا ممتاز دكتور حسن نحن نشوف كثير من المرضى يعانون من فقر الدم يقولك أنا طول عمري خاصة البنات يقولك أنا طول عمري أصلا دم ينازل فهل كل حالة تعاني من فقر الدم لازم تحولي على أمراض الدم ولا هناك حالات معينة لازم تخلي المريض يتابع مع خصائي في أمراض الدم الحقيقة يعني أمراض الدم الناتج عن نقص الحديد ممكن أنه تتابع عن طريق الطبيب الباطني العام وحسب بالبي أج سي اللي هي المراكز الصحية الأولية يعني متشرة في أمحاء دبي نعم ممكن أنه الطبيب العام هو يتابع هشي وإذا أحتاج المريض إلى طبعا فحص خاص لمعرفة مكان تسريب الدم طبعا يحول المريض في هذه الحالة إلى طبيب الجهاز الهضمي لأنه يحتاج تنظير يعني نظور الجهاز الهضمي العلوي والسفلي في هذه الحالة يعني عند هالمستوى ممكن أنه يعالج من طريق طبيب الباطن العام إذا الموضوع لن يستجب للعلاج أو إذا كانت هناك أنواع أخرى من العلاج فهالحالة يحول إلى خصم أمراض الدم مثل ما قلنا يعني أمراض فقر الدم ليست فقط بسبب نقص الحديد هناك أنواع أخرى ممكن فقر الدم المناعي ليوناتج عن مهاجمة كوريات الدم الحمراء من قبل جهاز المناعة بالجسم ويسبب بالتكسر في كوريات الدم الحمراء وبالتالي فقر الدم ممكن فقر الدم نتيجة نقص فيتامين بائط معاش أو فيتامين فوليك أسيد نعم وهذا يسبب أيضاً فقر الدم هو ينأكس على نقاع العظم ويعني هو فقر بالنتيجة ممكن إصابة نقاع العظم بمواد سمية أو مواد تثبق من نشاط نقاع العظم وهذه الأنواع طبعاً يجب أن تتابع وتعالج من قبل طبيب أمراض الدم ممتاز شكراً لك دكتور حسن الياسين أخصايا أمراض الدم للبالغين بمستشفة بي هذه المداخلة بخصوص أمراض الدم بشكل عام وخدمات قسم أمراض الدم بمستشفة بي شكراً لك هذه المداخلة من نهارك سعيد شكراً جزيلاً شكراً لك نهارك سعيد شكراً ما شاء الله أمراض الدم طبعاً هو بحر من الأمراض ويباري يمكن حلقات نخصصها عشان نقدر نغطي أمراض الدم شو أعراضها متوجه للطبيب شو أكثر حالة شيوعاً شو العلاجات وغيرها 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 لكن حاولاً نغطيها لكم على عجالة رح نطلع إن شاء الله حينفاصل بعد الفاصل نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة ورجعناكم حشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة التواصل على 6-00-55-1414 ورسائل النصية على 4-006 يقدم مركز دبي للأمراض الجلدية التابع لهئة الصحة بالدبي العديد من الخدمات التخصصية المتميزة التي تلبي احتياجات المرضى من مختلف الفئات العمرية وليتم تقديمها وفقاً لأفضل بروتوكولات والممارسة الطبية في هذا المجال بنتكلم عن مركز دبي للأمراض الجلدية بتكون معنا عن طريق الهاتف الدكتورة فاطمة خليفة لحضري خصائي أول أمراض الجلدية بمركز دبي للأمراض الجلدية صباحة شوارت دكتورة فاطمة؟ أهلا صباح النور حياة شالف صحة وسعادة الله يسلم يا رب نتكلم دكتورة فاطمة في البداية عن شو الخدمات اللي يقدمها مركز دبي للأمراض الجلدية للمرضى بشكل نعم مركزنا طبعاً هذا مركز للأمراض الجلدية يعتبر أول مركز متخصص لعلاج الأمراض الجلدية في دبي بالتأسس 2011 وهو مزود بأفضل التجهيزات والتقنيات الحديثة وأجهزة الليزر المتقدمة عندنا طبعاً هنية دبي نعالج جميع الحالات التي تأتينا يعني بس مش حالات دبي ولكن حتى من الإمارات الثانية المركز عدنا خدمات علاج الأمراض الجلدية للمنطقة فيه والإكسيمة والبهاق حب الشباب الفطريات إلى آخر يعني وعدنا أيضاً أجهزة الليزر منها العلاجية اللي هي منها جهاز الليزر لعلاج البهاق وعدنا جهاز الليزر للإزارة الوحمات والوشون وأيضاً جهاز الليزر لعلاج نتب ما بعد حب الشباب وكذلك يتواجد لدينا جهاز علاج الضوئي وعلاج الكيب التبريد والعلاج الضوئيلي الحديث لحالات الصدفية والإكسيمة ومرض الغدد العراقي التقيحي وهكذا يعني وطبعاً موجود عندنا يعني شيء لازم ما ننساه الخدمة اللي نوفرها أنه عندنا طبيب موجود مناوب 24 ساعة لعلاج الحالات الطارئة وكذلك يقوم المركز بحملات توعية للمجتمع عن بعض الأمراض المزمنة اللي هي منها الصدفية والإكسيمة كان عندها قبل شهر وشهرين بعد هذه الحملات ممتاز دكتورة فاطمة أرحيم مع الدخول موسم الشتة منلاحظ إن شاء الله تنتشر أمراض معينة كل موسم لأمراض معينة شو أكثر الأمراض اللي تنتشر الجلدية اللي تنتشر في فصل الشتة؟ أكثر الأمراض اللي نشوفها في العيادة عدنا الإكسيمة مختلف طبعاً للعمار الفئات العمرية لدينا الصدفية تزيد شوي في الشتة فيه وثيب كرامة في طريات القدم تزيد لأن اللحظية تعرفين تكون مغلقة والواحد ما يتفيقين الشفل بين الأصراب وكذلك الإكسيمة الدهنية هاي أكثر الأمراض اللي يزيد منها في الشتة بالإضافة نشوف العيادة كل الأمراض اللي نزمن الأخرى على مدارك سنة ممتاز بس هذه أكثر الأمراض اللي نشوفها في الشتة ممتاز دكتورة فاطمة ليش نشوف ماشاء الله حالات الإكسيمة عندنا كثيرة خاصة بين الأطفال وطبعاً أكيد زيت في الشتة شو أسبابها الإكسيمة شو العلاجات ماشاء الله في مجال الإكسيمة ترى بعد ويت فيه إفتاءات الأمهات تتيت العيادة عندها إفتاءات غريبة عجيبة ولا تحط مايونيز ولا تحط يعني أشياء عجيبة أول مرة أسمعها فشو سبب كثير يعني انتشار الإكسيمة وشو أبرز الأشياء الأفكار الخاطئة عند الناس بخصوص الإكسيمة أوكي هي الإكسيمة مرض ممكن طبعاً يكون موجود منذ الطفولة يعني من الواحد عمره شهرين ثلاثة شهور ممكن تبتدي فيه أوكي وهاي تكون شبه ورافية يعني الشخص يكون لقابلين يتطير في هالغاف هاي تكون اللي سمونا الإيتبكدرمات هاتف وعندها أنواع ثاني من الإكسيمة اللي هي تستوي نتيجة الجفاف أو استخدام المواد مثلا الكيموية المعطارات والعطور الصابون الأشياء هذي ساعات تكون في الإيد ساعات تكون في الجسم هموما هي أفضل شي طبعاً لها العلاجات أول شي في كل مريض لازم تحط مرطبات لأنه هي تستوي نتيجة الجفاف الشديد الطبقة الدهنية اللي أطلاً موجودة المفروض على معظم أماكن الجسم في حالات الإكسيمة تكون يا مفقودة يكون قليلة عن الطبيعي وهذا اللي يخلي المريض يتحكش وأكثر يعني أول شي يحط فيه الطفل تنتوه وبعد أصلاً ما عنده حساس الحكة ولكن أكثر شي يحط فيه الألم يتلاقيين يحط أماكن الجافة عنده وهذا الشي من كثر الحكة طبعاً يرح المكان وتدخل البكتيريا يمكن يسوي الانتهابات بكتيرية يعني أماكن الإكسيمة فنحن دائماً نصح الأهل دائماً تحطوا له مرطب لا تخلوا البشرة الجف وإذا طبعاً صارت للإكسيمة هاك الوقت لازم يتعالج كريمات الكورتزون أنا عارف يعني يولي بعض الأمهات مثلاً لا حلماً نبغي نحط الكورتزون الكورتزون مضرب لا الكورتزون يؤخذ على بعد استشارة الطبيب طبعاً وفي بعض الحالات لازم يعني هو هذا علاج الإكسيمة لازم نحط الكورتزون في بعض الأماكن ممكن نحط الكورتزون معه مضاد حيوي وفيه كورتزونات معه مضاد لسطريات في بعض الأماكن في الجسم ممكن تلحظ ولكن هذه العلاجات بالنسبة للإكسيمة الشديدة اللي طبعاً ما تتحسن بالكريمات ولا بالأدوية ونكون جربنا وياها وياه وياه علاجات حتى ممكن العلاج الضوئي فاعتها نلجأ إلى الأبر البيولوجية اللي هي حين اسمها تكسنت قبل كانت للكبار ولكن الحين بدينا حتى نقدر نعطيها للأطفال فهذه جداً مفيدة ونشوف ما شاء الله نتائجها جميلة حلوان دكتورة فضلاً كلمينا أكثر عن هذه الإبر بما أنه هو موضوع ساخن للأمهات وحين واسم الإكسيمة خبريني عن الإبر شو فايدتها كم جرعتها شو النتائج المرجوة تكون منها لما تنعطل الأطفال أو للكبار تدرينا نحن ما نعطيها لأي حاج يعني لازم المريض يكون فضب يعني هذا هو الشخص اللي لازم نعطيه الإكسيمة سوري هو مريض إكسيمة لازم نعطيه هذه الإبر يعني هاي لا تعطل أي واحد مثلاً عنده حالة إكسيمة مزمنة لأنه ممكن بالكريمات والأدوية والكورتيزونات الموضعية ممكن يتحسن صحيح لكن إذا شفنا مثلاً عندنا حالات مثلاً عندهم حالات إكسيمة شديدة جداً مثلاً تغطي الجسم كامل الطفل أو بابلت الطفل لكن مثلاً الشخص المريض يكون خلاص تعرفين حياته صعبة يعني تلاقينه طول الوقت بشرة جافة ومتقطع من كثر الحق الإكسيمة مأسرع على حياته مبقادر يلس دائماً تشوفينه مضايج يعني هالحالات لنعطيه الإبر مود أي واحد يعني إذا كانت صدق صدق ما لها أي علاجات موضعية ساعتها نرجع للأبر وهاي العلاجات للأبر هاي يسمونها علاجات بيولوجية طبعاً حالياً هذه الأيدة للعلادات للعجاجات الموجودة المصطدفية والإكسيمة يعتمد على وزن المريض نعطي الحقان في البداية ممكن نعطي مثلاً كل أسبوعين وهكذا يعني هي يعتمد على نوعية الأبر وكيف يتعفاءها لازم يلمريض بالمستشفى ويعلمون كيف يأخذها سواء أن يبقى أن يأخذها هو اللي يخلي الممرضات يعطوني إياها فمعنى المرض يقدر يأخذها في البيت أبر السكري ولا يجب العيادة يأخذ كل جرعة نعم لا 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 في بعض الإضارة البيولوجية ممكن المريض بروح يأخذها نحن هاي الممرضات يعلمون كيف يأخذها يعني هاي طبعاً نتكلم البيولوجية مش فقط الإكسيمة كوان فاتسيمة ولا قد فيها لأن هذه أحدث العلاجات الموجودة حالياً لهالمرضين ممتاز أحد المواضيع المهمة أيضاً دكتورة فاطمة اللي خاصة يتكرر عندنا في العيادات موضوع القشرة وطبعاً القشرة بعد نفس الإكسيمة مويد فيها أفتاءات مويد ناس تخدم لأشياء شامبو مايونيز هالمايونيز حطوه على كل مكان من قرر في قرر حطوه مايونيز مادري ليش على الحرق مايونيز على الإكسيمة مايونيز على القشرة مايونيز هالغش المايونيز الحمد لله ما يأكلونا يعني عشان سعرات الحرارية ماشي سحري كل مايقولنا لأمهات قالوا مايونيز هالقشرة نفهم الناس شو هي القشرة أصلاً وشو في العلاجات المعتمدة وأنا أتوقع أن القشرة يمكن ما لعلاج مثل ما يقولون فتاكة يعني علاج نهائي يمكن فشو نفهم أكثر شي كيف القشرة تكون كيف تتكون القشرة وشو العلاجات المتاحة لها أوكي بالنسبة للقشرة إذا تتكلمين عن القشرة الفراس نعم في منها طبعاً أنواع في عدنا المرض اللي يسمونه مرض الإبزيمة الدهنية أكي هاي تلاقيين اللي بشور العراس تحسينها لي زي شي دهنية وساعات يكون لونها أصفر نعم والفروة تكون أصفاً دهنية أه طبعاً يوم تزيد الفروة تتحول الأماكن المتأثر يعني تكون حمراء ومقشرة وساعات المريض الكثير ما يشكها وممكن يرحها نعم يطلع منها ماء أو دم وفي عدنا القشرة المصاحبة طبعاً المرض الصدفية هاي تكون قشرة بيضة آآ جافة آآ مثل الصدفية يعني لونها تشي سيلبري شوي نعم هذه بعد تكون مصاحبة المرض الصدفية وعلاجها آآ مع علاج الصدفية حين بقولت إياه نعم وعدنا القشور ممكن تكون آآ فطريات اللي الواحد ممكن يأخذها من آآ عن الحيوانات أعرف مثلاً الناس اللي عندهم القطط والآآ الفتس هذين اللي في البيت ممكن إذا كان القطط مثلاً مريض فيه فطريات ممكن الشخص طفل عادة نشوفه هاي في الأطفال مهم وذين تلاقيين كشور على الراس آآ تحسينها بقعة مدورة مثلاً آآ كلهم غطايا بالكشور والشعر بعد اللي فيها يطيح هالبقعة مهم هاي تكون هاي علاجها لازم علاجة الفطريات طبعاً نعم آآ وشو بعد وفيه طبعاً القشرة العادية اللي احنا نشوفها نتيجة مثلاً جفافة روترة نعم آآ فيه ساعات القشرة تستمين نتيجة استخدام بعض المنتجات اللي تعرفين اللي شوي تكون آآ قوية على الفروة والتراس فستوي لتقشير خفيف آآ بالنسبة للصدفية كشور الصدفية طبعاً علاجها بالكورتزون نعم وحتى علاج الإقزيمة الدهنية اللي في شور النتيجة عن الإقزيمة الدهنية نفس الشيء علاجها بالكورتزون ولكن مش الكورتزون القوي على حسب الحالة مثلاً فيه حالات تكون متوسطة أو بسيطة علاجها بواحد من المئة كورتزون لوشن مثلاً نحطها مرتين ثلاث مرات في الأسبوع ومعها شامبو اللي هو هاي الشامبوهات ممكن يكون فيها مادة القار اللي هي سامونا تار شامبو وفي بعض الشامبوهات اللي فيها الكتكا نزول اللي هو مضاد الفطريات نعم هذه جداً نافعة فيها الحالات وفي بعض الحالات يوم تكون شديدة نعطيهم الشامبو اللي فيه مادة الكورتزون أوكي ينحط على الفروة اللي بد ترضع الساعة وهي جافه وبعدها ينغسل بالماء فعلى هالأساس لكن الناس اللي عنده مجرد القشرة العادية ممكن يستعملون الشامبوهات اللي أصلاً مخصصة لعلاج القشور مادري تبغين يقول أسامي ولا مو ما بنقول أسامي بران معين بس بشكل عامي يعني لا تحطوا مايونيز لا 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 يستعملون الشامبوهات أفضل طبعاً مثل ما خبحتك إذا على حسب الحال نعطي العلاج يعني إذا الفروة ممت أثره مجرد قشور فما في ذا يحطوا للكورتزون مجرد الشامبوهات كافي يعني أكيد طبعاً في الأول وفي الأخير لازم الشخص يحصل على استشارة من الطبيب نعم صحيح لازم يشوف يروح طبيب الأسرة ويتحاول على طبيب الجلدية ويعطي الأول شيء شخص تشخيص الصح ممكن أنت تكون حاط بالك أن هذه القشرة عادية يطلع فطريات يطلع صدفية يطلع أي شيء أنت ما عندك القدرة بالتالي تحط علاج ممكن يخلي الموضوع يسوق أكثر صدقين في بعض الحالات مثلا يتحرون هاي أوكي يلا ربيعي حاط الكورتزون خلني حط أنا مثله وتطلع مثلا فطريات وتزيد نتيجة فطريات وتزيد بالتالي البقعة تزيد وتزيد ومشكلة الفطريات التي تستوي في الراس أنه ممكن تؤدي إلى صلع تام خلاف المكان البقعة يعني البقعة تتموت فيه صحيح شكرا لتش دكتورة فاطمة خليفة لحضري أخصايا أول أمراض جلدية بمركز دبي للأمراض الجلدية هذه المداخلة وطبعا الموضوع يطول لما نتكلم عن خدمات مركز دبي للأمراض الجلدية وإن شاء الله نأخذك أكثر من مرة عشان نغطي كل الخدمات شكرا لتش شكرا لتش شكرا لتش طبعا هالكلام اللحنا قلت لكتورة فاطمة هذا حقيقة يعني الناس لمتيلة عيادات نسمع إفتاءات عجيبة في خصوص الأمراض الجلدية خصوصا الأمراض الجلدية وحيث الأمراض الجلدية هذا عبارة عن سوق نشط في وسائل التواصل أنا واحدة من الناس يما أدخل وسائل التواصل مثلما يقولون أتصيد مثل هذه الأشياء ليش؟ لأن سبحان الله الناس تسأل أسئلة لا علاقة مثل قشرة أكزيمة هل المصطلح العام حساسية أنا عندي حساسية فرونتراسي أنا عندي حساسية فريلي مصطلح جدا عام إحنا ما نقدر نشخص أنا كالطبيب لو قلت لي أنا عندي حساسية فريلي بأقول لك أول شي بأقول صوروا المكان شو شكله شو لونه شو حبوبه أي لون الحساسية هذي حمرة أطرافها بيضة نص أحمر نزل كليل أسئلة بس يصيرون الناس استسهالا يحطون هذا البوست في وسائل التواصل أنا عندي حساسية في فروة راسي شو أسوي وتلاقون الكومنتات والأفتاءات ما شاء الله أشياء عجيبة غريبة ولا وحنا تقول لك أنا مجربة واستويت زينة واختي جربت واستويت أحسن وطلع الشعر هذا هذا يعني سوق سوق شو سوق شغال فحنا بالناس يا جماعة يكون عندها وعي لا تسئلون أسئلة طبية فيها علاجات في وسائل التواصل ممكن تسئلون والله وين في طبيب؟ هذا أنا شجع عليك لأن كيف بتعب مثل الأطباء؟ إلا عن طريق وسائل التواصل أبا طبيب للمشكلة الفلانية أبا طبيب للمرض الفلاني توجه إلى الأطباء بس أدور عن علاج؟ هذا شي خاطئ وأنا دائما أتصايد مثل هالبوستات ودائما أرد وأقول يا أختي روحي توجهي للطبيب واخذي استشارة حتى لو كان موعده شوي بعيد على سبيل مثال استثمنوا في صحتكم ترى هذا في النهاية لم تستثمنوا في صحتكم والمخرج يقولي دكتورة بس تسوالي في الله خليني نسكر المرنامج خلصنا إن زين المهم ما ندور عن علاجات في وسائل التواصل اسألوا عن أطباء تبعون طبيب؟ اسألوا بس علاج؟ لا ما يستوي نحط علاج حتى للحساسية وصلنا لنختام برنامجنا برنامج صحة وسعادة شكرا لك إمان سرحيل معناك ما خلتني أسوال في النهاية ولكن ما علي وشكرا لك جميلة المركات معي في التنسيق وهذه محدثتكم دكتورة راند المولا إن شاء الله كنت أخفاف عليكم هذه الساعة الإذاعية إلى أن ألقاكم إن شاء الله باتر بالحياة بمواضيع جديدة وشيقة نقولكم دمتم في صحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي